معانا السيدة معلاء أسألت فضيلة الشيخ أنا مع حضرتك أو تفضلي يا حاجة معلاء أيها ابني أصلي العجاء والترويح وراء الشيخ في المسجد وأنا في البيت طيب خلينا نقول المسألة دي مسألة فيها شوية تفاصيلة هو البيت بتاع حضرتك مفتوح على المسجد ولا ده ولا ما فيش أي منفذ لا وانا ستة كبيرة مش قادرة ما بقدرش أقف على رجلي ما قدرش أروح للمسجد بصي حاجة والأساس عندنا أني لابد من اتصال الصفوف ولابد في الاقتداء أن أنا أستطيع أن أعلم ما يفعله الإمام يعني لو انقطع الصوت أنت هتعرفي متابعة الإمام إزاي يعني لو قطع صوت الميكروفون أنت مش هتقدر تتابع الإمام وانت مش شايفة بقية الصفوف أنت سمع الصوت بس أيو إحنا عندنا عشان نأمن المسألة دي فأقل حاجة أن أنت تشوفي أواخر الصفوف عشان حتى لو الصوت قطع تقدر تشوفيه أما وإن ده مش متأتي فما ينفعش أن احنا نقتد بالإمام طبعا أنا عارف أن ده ممكن يكون تييل عليك في ناس كتير بيحبه أنه يصلي الترويح جماعة هاتي حد من أولادك أو من أحفادك أو حتى من حولك يصلي بحضرتك وإن شاء الله صلاتك دي ثوابها أعظم من الصلاة في المسجد إن شاء الله فإن شاء الله ربنا يكلمك لكن ما ينفعش تتبعي الإمام بناء على صوته فإذا انقطع صوته لا تستطيع أن تكملي صلاتك على المعنى كده إن أنت لو حصل ده صلاتك تبطل لا بس أنت ما ينفعش مش هينفع تقتدي بيه وإنت لا تستطيع أن تتصل به تتصل به إما بالرؤية أو تتصل به بأن أنت تكون قريبة منه فإذا ما كانش ده فمش هينفع أن أنت تقتدي به فإن شاء الله